أحبائي وإحنا منظر لجبل الزيتون صعد يسوع إلى السماء ولكن قبل الصعود سأل التلميذ يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل أجاب وقال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشاليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض الشهادة الشهادة هي اللي تمتد إلى كل أنحاء الأرض ولكن على جبل الزيتون الرب كمان وعد بإرسال الروح القدس وهم شاخصين إلى السماء جاء ملكان وقالا إن هذا الذي صعد إلى السماء سيأتي هكذا ثانية فبين الصعود وبين المجيء الثاني على كل مؤمن يشهد عن يسوع المسيح ودائما نسمع التعبير في سفر أعمال الرسل ونحن شهود لذلك في الشهادة أيضا مش بس الكنيسة أو البشارة تمتد ولكن مندمر أو بيتدمر مملكة العدو وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت هل أنت تشهد عن يسوع المسيح؟ شيء آخر ومهم جدا حياة الصهر بقول إسهروا يعني حياة اليقظة حياة الاستعداد حياة الخدمة حياة التوقع حياة الانتظار فالصهر هو الشخص الصاحي الواعي والروحاني اللي بيعرف شو عم بيصير في هالعالم وعم بيتوقع مجيء حبيبه مجيء الرب يسوع المسيح شيء آخر خليني أقول هو موضوع الاجتماعات كتير يوم في ناس عم تبتعد عن الاجتماعات يقول الكاتب إلى العبرانيين ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقو مننا عادة بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب فإذا مش عذر أنك تترك الاجتماع أنك تعبد الرب مع إخوتك تاخد العشاء الرباني وتبنى من ناحية روحية في جسد الرب وطبعا الكنيسة بتصلي أمين تعال أيها الرب يسوع المسيح ولكن كالمعتاد في ناس مستهزئين وهذا ما قال الرسول بطرس سيأتي ورسول يهودا سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم قائلين أين هو موعد مجيء ولكن رسول بطرس برد عليهم أن الرب لا يطباط عن وعده كما يحسب قوم الطباط لكنه يتأنى علينا لا يشاء أن يهلك أناسا بل أن يقبل الجميع إلى التوبة يعني إذا الرب أعطاك يوم جديد أعطاك فرصة جديدة أعطاك نفس جديد لأنه بالحقيقة هي حياتك بين إيدين الرب فإذا أشكر رب على هذا اليوم وعلى هذه الفرصة وإذا أنت غير مؤمن قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ وإذا أنت مؤمن عيش حياة القداسة اشهد اكرز خليك يعني فعال في كنيستك وكون مبارك حيثما تذهب وفعلا من أورشاليم جبل الزيتون ننتظر كل الأحداث ومنقول من هذا المكان آمين تعال أيها الرب يا سوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة